السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبايبي عاملين ايه? النهاردة هنعمل بقى ايه? اكلة حلوة او لذيذة. اول حاجة هنبتديها كده بالعجين. تمام? عندي نص كيلو دقيق. نص كيلو بس مش اكتر ولا اقل. نص كيلو دقيق. علي نص معلقة ملح. علي معلقتين خل. عندي كوباية لبا رايب كده حطيتها. وعندي نص كوباية مي. او حسب الدقيق بتاعك ما ياخد. بس اهم حاجة. حطي له السوائل واحدة واحدة عشان ايه? العجينة ما تبقاش طرية منك وترجع ايه? تدخي بها يعني. بصوا العجينة معايا. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. زي الملبن بالزبط. لازم تتعاجن كويس وتتخدم كويس في العجين. بتعاجنين مدة عشر دقايق. لحد العجينة ما تنعم معاك. زي ما انت شايفة كده. ما حطناش خميرة. تمام? عجينة دي من غير خميرة. عايزة تستبديل الرايب شوية لبن. ما فيش لبن خالص. ما فيش اي مشكلة. تتعاجن كلها بمية. تمام? عادي. يعني فيش اي مشكلة. تمام? اجي دلوقتي سيبت العجينة بس بتاعتي خمس دقايق بالزبط. تعالى ما جبت بس الصينية وزبطت كونتر كده حواليا. وبعدين ابتدت اقطعها كده زي ما انتم شايفين. يعني حجمها صغير ولا هي كبيرة ولا صغيرة زي الرؤى بتاعة الفطير كده. يعني في حجم اللمونة الكبيرة. تمام? تمام. آآ عايزة افتكر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تلاتة في ستة بتمنتاشر. النص كيلو دقيق عمال لي تمنتاشر رؤاقة. تمام? يعني من اللي انتم شايفين هدي عمال لي تمنتاشر واحدة. دي اول واحدة كده معلش عادي بتحسن فاحسن العائلات يعني مفيش مشكلة. آآ حطي شوية دقيق كويسين عشان ما يحصلش معاك زي ما حصل معايا وعلى المردانة برضو شوية دقيق. او على النشابة يعني شوية دقيق. وكل شوية كده قلب العجينة معاك وحاولي ايه? يعني بقدر الامكان ما تقطريش عليها الدقيق. تمام? وهتفرديها خالص كده لحد ما تبقي شايلها في ايدك حسن كان في ايدك باين من تحتها. يعني ان هي تبقى رؤياء جدا كده معاك وانت بتفرديها. طبعا احرسي برضو على الدقيق كل شوية كده شيل عجينة لانها بتلزق ساعات في الكوانتر. هتتبهدل منك زي اول واحدة ما عملت معي. هو دايما لازم كده اول واحدة لازم تبقى فيها تبقى بالضحي. تمام? اه بص يا جماعة الوصفة دي او الرؤاء اللي انا بعمله ده دوت يمشي رؤاء طري عايزة تطلعيه وتغطيه على طول بيمشي رؤاء طري يمشي عيش التورتلة اللي بنعمل فيه الشاورمة. اه اللي عيش الصاج يعني ليه كزا مسمة. عايزة تخليه رؤاء ناشف بتفرديها كبيرة عن اللي انا عملها دي بتفرديها كبيرة جدا. يعني دي مسكة نفسها شوية حاسها مليانة شوية. لكن الرؤاء الناشف بقى بتبقى مليئة يعني كبيرة شوية عندي برؤيئة كمان. وكمان بت بتسيبيه كده على الكوانتر للهواء بتلاقيه ناشف على طول. عندي دلوقتي بقى جبت طاصة فيها معلقة سمنة وشوية زيت وحطيت شوية تواب الفراخ شوية فلفل اسود في السمنة نفسها الاول. وبعدين جبت صدر الفراخ زي ما تشايفين كده مقطعه حيطة صغيرة. وشوحته تشوحتين كده في الطاصة وبعدين روح تركنا كله على جنب. وجبت عندي بصلاية كبيرة كده جوانح او طرنشاط يعني بس تكون رؤيئة. وعندي فلفل اخضر فلفل احمر عايزة تحطي قرن فلفل سبايسي حطي آآ عايزة تحطي شطة حمرة تحطي بابريكيا يعني دي حاجة براحتك. كده انا بعمل الشاورمة وعملت العيش التورتلة. وهنشوف دلوقتي هنطبق مع بعض ازاي. عندي بقى معلقة رايب معلقة زبادي. احطها كده مع مع صدر الفراخ. بتديها تراوة كده وبتخليها حلوة. تمام? طبعا انا هشوح فيها شوية كده الحاد السواي اللي فيها دي ما تنشف. عندي معلقة صلصة. برضو ما تكتريش صلصة حاجة بسيطة. تمام. كده خلاص خلصت العيش التورتلة وخلصت الشاورمة. وكان عندي كوفتة كمان عملتها. صبعتها كده وحمرتها في شوية زيت صغيرين. وعندي شوية بطاطس حمرتهم. بتجيب الرغيفتي فريدي زي ما انت شايفها كده قدامك. وتحطي فيه معلقة طحينة. عايزة تحطي انتي اي صوص عندك. حطي تميات. حطي كاتشب مستردة. مايونيز على زبادي. كل دي صوصات حلوة جدا تتحطي كده في عيش التورتلة. وتحطي عليها الحشوة اللي انتي عايزها. بص انا عملت قدامك واحد شاورمة. ودلوقتي واحد كفتة. كفتة دي كان طعمها فضيع. جميلة جدا. ان شاء الله هعملكم الفيديو للكفتة. فيديو لوحده. وقادي بعد ما عملنا عيش التورتلة حشناه. وخلصناه وحمرناه كده في الطاصة. اديناه صدمة عشان يمسك كده الرغيف يمسك بعضه. تمام. جميلة جدا جدا جدا. طبعا لو عندك جبن عايزة تحطي اي زيادات من عندك حطي. ما فيش اي مشكلة. ودية الشاورمة. يبقى عملنا الشاورمة وعملنا الكفتة في عيش التورتلة. اتفضل عندي حشوة وما فيش تعيش تورتلة تاني. اعمل ايه? لقيت عندي فينو. جبت الفينو برضو قدى نفس الغرض. حطيت فيه الحشوة وروحت محمراه برضو. في الطاصة. اديته لاسعة كده. يعني زي الله.